السلام عليكم كيف انتم اللبس عليكم بخير نتمنى يا ربيكم كيلقاكم هالفيديو انتم كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله نصلي وعلى نفيك في ملعدة عن بدو الجيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح دي اليوم كيف ما كتشاهدوا معي غادي نحضروا كيك يومي اقتصادي بنكهة القهوة والشوكولاتة بوح طبقة ديالك خمبل لكتميز هالكيك على باقي الكيكات وبوح المكونات اللي هما جد جد بساطة فنتمنى تسبعوا الفيديو حتى النخر هيدا باش شوفوا جميع الخطوات اللي غادي نتقسم معكم لنجاح الكيك فما نزيتين طول عليكم كتر مدازو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وكيف ما العداء فوجة متعة بسم الله على بركة الله فوح الإناء غادي نعمل ثلاثة ديال حبات ديال البيض فهنا غادي نعطيكم المقادير كيف ما كتشاهدوا معايا مع طريقة التحضير باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف غادي نضيف عليهم وحل كأس مملوء من السكر الخشن اي سكر سندة ما يعادل 180 جرام وغادي نضيف وحل القبصة ديال الملح اللي هي ضرورية باش كتحسن المذاق ديال اي حلويات وغادي نخلط او لغادي نطرب الكل فقط بالطراب اليدوي ما غادي نحتاجوا لانطراب الكهربائي ولا تحاجة يعني فقط غيب طراب اليدوي غادي نبدا نخلط الكل حتى كدو بديكو حبيبات ديال السكر مع البيض بحالات الشكل اللي كتشاهدوا معايا ومن بعد غادي نضيف كأس الا ربع من الزيت النباتية ما يعادل 100 مليلتر كيف ما كتشاهدوا معايا فبالنسبة المقادير مضبوطين بالجرام انا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف وغادي نضيف كذلك علبة من الياغورت الطبيعي انا غادي نستعمل الياغورت الطبيعي تقدروا استعملوا اي نكهة كتبغيوا في الزبادي ديالكم او لفضانون ديالكم بنكهات الموز او لبنكهات الموز او لبنكهات الموز او لتعاوضوا في نفس الوقت قدروا تعاوضوا هاد الياغورت بالكأس من الحليب الكأس ما يكونش عامر بزاف يكون كأس الا ربع من الحليب اذا كنتوا غادي تعاوضوا الياغورت يعني ضانون بالحليب ده بقولي النواشف غادي نضيف الكأس الاول من الدقيق عندي هاد الكأس ما عمرتوش بزاف كي يزن 100 جرام يعني في كل الكأس غادي نضيف 100 جرام ديال دقيق كذلك ضفت ملعقة صغيرة من سائل فاني ملعقتين من بودرة ديال كاكاو الخام و ملعقة صغيرة كيف ما شاهدت معي من القرفة فالقرفة كتميز هاد الكيكا متردوش تجربوها كتجي لديدة بزاف هاد الكيكا اما اذا ما كنت شاهدت نهائيا فتقدروا تستغنوا طبعا على هاد ملعقة صغيرة من القرفة اللي ضبت انا غادي نستمر في تحراك بحال هاد الشكل هادا و غادي نضيف الكأس الثاني ديال الدقيق فكيف ما اسبق لي وقود لكم في كل كأس عندي 100 جرام ديال الطحين انا غادي نقول لكم في المجموع في الأخار شحال غادي تاخد لي بالكرام و في نفس الوقت غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف عفوان مضبوطين اذا بغيتو تمشي و تشوفو المقادير صافي اضيفت من الكأس الالتاني ديال دقيق و ضيفت كيس ديال الخاميره Among� HLW اذا جنتت له اخبرت كيس ديال الخميره ديال الحلويه لي فيها 17 جرام او 높ねة غرام غادي تستعملو جوج ديال اك негоز الخاميره ديال الحلويه انحرك بحالة الشكل هادا تستشاهدون و نصف جاهز жеد له نصف كأس ديال الدقيق لانا خصي القووام ديال كيكا بيكون عند عاقد على هيدا من بعد سنضيف القهوة سوف نضيف نسخ كأس القهوة الساخن من بعد سنضيف نسخ كأس القهوة الساخن سوف نضيف نسخ كأس القهوة الساخن سوف نضيف نسخ كأس القهوة الساخن من نسبه للأخوات سوف نضيفه في الكيكة بل نضيفه في هذا الاضافة فهي تساعد الكيك من فوشة اكثر سوف نضيفه أكثر سوف نضيفه القهوة الساخن سوف نضيفه على الخطوات ولكن من هذه القهوة تساعد الكيكة و سوف تضيفه أكثر بعد خلط الخليط مالذي سوف نضيفه على القوام الكيكة العادي منذ الملعقة يحدث الخليط المتساوي سوف ترسم رقم 8 بالعجينة ويبقى الرقم 8 على الخليط ويبقى مرسم صورة سوف تخبرت المول على شكل طولي سوف نضيف بضرة كاكاو الخام إن كنتم لديك شيء بضرة كاكاو الخام فتكتفي تضيف المول دهنوها بالزبدة و ترشوها بالدقيق لماذا لا أريد أن نرشوها بالطحين لأننا نستعمل الكيكا بالشوكولاتة لا أريد شيء بالأخر يأتيوني في هم الآثار من الكيكا أو لا تدهنو القلب يركم بالزبدة وتعملو ورق طبخ أو ورق الفرن و تطيبو الكيكا لكم العادية بعد تفرغت الخليط في القلب نحضر الطبقة الكرامبل اللي غادي نزينو بها الكيكا هذه الطبقة الرائعة جدا لا تردوش تجربوه أنا أكيد هذه الإعجاب ديركم في حال إينا نعمل كمية الدقيقة هنا نعمل فقط في الأول ملعقة كبيرة دير طحين و ملعقة دير السكر تكون عمره أو لحتة ملعقة و نصف من السكر و ملعقة صغيرة دير القرفة و الزبدة إذا كنتوا تعملو كمية بسيطة لهاد الكرامبل هادا تعملو غير ملعقة صغيرة إذا أريد كمية كثيرة نعمل ملعقة كبيرة الزبدة و من بعد نضيف دقيق سنحتاج ثلاثة معالاة كبارين دير الطحين فإذا أريد كمية بسيطة تعملو ملعقة ملعقتين دير الطحين و ملعقة و نصف دير السكر ملعقة صغيرة دير القرفة وتعملو غير ملعقة صغيرة دير الزبدة ثم يحصلت على هذا القوام هذا الخليط يجب أن يكون مرمل يعني لا تجمع شيء العجينة تكون مرملة و لا تجمع شيء يعني ليس رطي طبع بالزبدة أتمنى يا ربي تكونوا فهمتوني بعد اللسالي سنأخذ هذا العجين و سنبدأ نعملوها هنا فوق الكيك تغيب شوية على شكل متساوي فبالنسبة لهذا الخليط هذا الكرامبل كيفما قلت لكم تريد كمية كثيرة تعملو ملعقة كبيرة دير الطحين ملعقة كبيرة دير الزبدة ملعقة و نصف دير السكر ملعقة صغيرة دير القرفة القرفة تتعطي نكهارة هذا الكرامبل إذا تريد كمية بسيطة ستتنقص الكيمية دير الزبدة و يبقى الطحين تتحكمه في حتى تحصله لعجيل لما شاهدته معي هنا هنا واحد إضافة التي نضيفها على حسب الأطفال و حسب الولدة التي يعجبهم الكيك بالشوكولاتة فهي تبقى خطوة إضافية يعني ليس ضرورية أما أنتم لا تستطيعون أن تستطيعوا تضيف الكيكة مع هذه الطبقة من اللي سنسألي سنضخل الكيكة للفرن اللي عندي بارد أنا دائما طريقة الطيب الكيكة كان طيب الكيك بارد كان طيب الكيكة في الأول في الفرن اللي هو بارد من بعد عدد كان طيب الكيكة في الوسط كان طيب الكيكة من الأسفل درجة حرار هذه المرة ستكون 170 درجة لأن القلب استعملت أنا غارق قليلاً فشعلت الفرن لـ 170 درجة من الأسفل في الأول من بعد خليت 1-35 دقيقة عدد زيت شعلته من الفوقي لكي تحمرت طبقة الخمبل وكملت الكيكة الطيب في المجموعة من 45-50 دقيقة من اللي قلبت الكيكة شاهدت معي الكيكة بشكل جيد حرقت القلب رشيت بالبودرة كاكا والخم كي تعطي الكحولة وصافي هنا هذا المقطع في الفيديو تحديف لي زين الكيكة فأنا فقط زيت إضافات قطع الجوز قطعت قطع صغارين وضيفته فوق الكيكة وعمرت خطوط بالشوكولاتة بحال هذا الشكل اللي تشاهدوا معي فأنا كيفما قلت لكم المقطع اللي كنت كنزيين فيه ما جبرتو شي ما صورتو شي صحب لي كنصور وانا مكنت شي كنصور فهي طريقة جيد سهلة خضيت كيفما قلت لكم القرقع قطعت قطع صغارين هذي غيكم بغي نضيفه أنا وصافي أما انتم تكتفيوا وغيت كتبخها كيفما قلت لكم ديال الكخمبل بغيتو تدعم له خطوط ديال الشوكولاتة فوق منه فكيبقى لكم الاختيار وكذلك عملت ديال الخطوط ديال الشوكولاتة فوق ديال القرقع فنحصل على هذا الكيك بحال هذا الشكل هذا نعود ونكرر بأن ديال الحواف ديال الكيك يدهر لكم كو حل هذا ناتيج على ديال البودرة ديال كاكاولر الشينا به القالب ديالنا بعد ما خليت الكيكة ديالي بردت شوية هذي نقطع معكم باش نشوفها من الداخل كيفاش كتجي فكتجي عالية من فوشة ونحن مستعملين فقط لتدي الحبات ديال البيض كيفما شاهدتوا معايا كتجي لديدة منك هذ القهوة مع ديال القرفة مع ديال الشوكولاتة وحل مضاقرائع جدا ضروري تجربوها انا اكيدا غدي تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسن ديالكم كتجي ارتطبا كيفما كتوضح لكم الصورة فسفي الفيديو ديالي احتل هنا وغدي يكون تالانت منا يا ربي الوصفة اليومات كنات الاعجاب ديالكم وتطبقوا هذا الكيك هذا انا اكيدا غدي يصبح على الكيك اليومي ليس قدروا تحضروا الاطفال ديالكم للضيوف ديالكم انتو ما كتشاهدوا معايا كيفاش كيجي رائح تفت تقديم ديالو اما في الماداق فمعلكم غيت جربوه انضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله تهلا وريفرسكم بزيب وبسلامة اشتركوا في القناة